على السعر بقدر استطاعة ما يتمش في تحريكه خلال مرحلة القادمة إنما ده الواحده مش هيبقى كفاية وأعتقد إن جزء بتاع التعاونيات اللي احنا منتكلم عليه إذا كنا منتكلم على سالة غزائية فلازم أدعم الجامعيات دي بشكل أكبر منافذ التوزيع المتنقلة تبقى بشكل أكبر برضو اللي لازم يتحركوا بشكل كبير لازم يبقى عندي فرصة إن أنا أختصر سلاسل التوزيع العبال ما باخد من الحقل لغاية ما بيوصل لغاية المتجر صحيح في اقتصاديات السوق ولكن اقتصاديات السوق لا تعني غياب دور الحكومة صحيح ينبض الزاد في حماية محدود الدخل فأنا عندي كذا إجراء ممكن أبتدي أفكر واشتغل به خلال المرحلة القادمة علشان أخفف أي نوع من أنواع غلوب الأسعار خلال المرحلة الجاية إحنا عندنا لازال إجراءات اقتصادية موجودة في قانون القيمة المضافة جاي في إجراءات إحنا اقتصادية مع البنك الدولي كل ده محتاج حكومة فاعلة وعندها ابتكارات وأفكار مختلفة تستطيع من خلالها أنها تمتص صدمة الغلاء والتضخم اللي موجود احنا مش عايزة أقول إنها نظرة سودة لكن لا إحنا بالعكس إحنا ممكن نتغلب على ده بس بإجراءات فاعلة وقارات حزمة في خلال المرحلة القادمة هتسمح لنا إن إحنا نقدر نعدي المحنة دي في خلال الوقت اللي جاي يعني عشان ما تبقاش بمؤسرة على محدود الداخل ودي نقطة التي تهمنا في المرحلة القادمة طبعا طيب يعني رأيك يا أستاذ متحد في فكرة يعني أو خطة الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة يعني نسمع مثلا في منطقة القناة أنه في شركات صينية كتيرة حتيجي وحتنشئ مصانع واستثمارات ضخمة يعني هل بالفعل الحكومة بتوفر لهذه الشركات أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجو الملائم ولا برضو الموضوع ده لسه في يعني معوقات أنا أعتقد أن يعني بشكل عام مثلا نحن نتكلم عن محور تنميق قناة السويس وهي قناة السويس بشكل عام أعتقد أن القاعدة الأساسية سواء قاعدة تشريعية اللي هي قانون المناطق اقتصادية الخاصة البنية الأساسية أو البنية التحتية اللي بتم دلوقتي لا دي كلها ماشية بخطوات إيجابية في شركات صينية موجودة ده من زمان موجودة يعني زي الشركة اللي موجودة في شمال غرب قناة السويس دي منطقة هي أساسا قيتخضع لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة قبل حتى ما السيد الرئيس يصدر قرار بأن كل منطقة محور تنميق قناة السويس تاخذ على هذا القانون مع تعديلات كمان أضافت عليه فهي كان موجودة هناك شركة كمطور صناعي بالفعل صينية وكانت واخد حوالي 6 كيلو متر مربع من إجمالي حوالي 20 كيلو وكسور وكانت واخدها وبتعمل البنية الأساسية وبتقسم المناطق الصناعية وحتى تسوق للخارج إنما اللي أنا عايز أقوله مش هي دي بس الجوهر الموضوع إحنا النهار ده أنا سامعة سيد الوزير أحمد أو سيد الوزير أحمد درويش هو بيعلن أن هناك طلبات للإستثمار الأجنابي المباشر في مناطق مختلفة في محور تنميق قناة السويس وإنك أنا خص بالذكر هنا اللي هي منطقة صناعية في شرق بورسعيد منطقة دي لأن كان حوالي 60-70% البنية للسياة كانت موجودة من قبل كده فدي منطقة جازبة للإستثمار سواء إحنا سامين إستثمار من روسيا إستثمار من دول بعض الدول المختلفة لكن اللي لازم نحطه في اعتباراتنا أنا بحبش دايماً أعلق كله على نظرات المؤامرة لكن في دول كتير مش عايزة تدخل استثمارات أجنبية مباشرة عندك في الوقت الحالي برغم أن الوقت الحالي وقت هايل اكتساب فرص معينة ومزايا معينة في هذه المناطق اللي لازلت وعيدة لكن هي مش عايزة تدخل أسباب معينة للضغط على مصر لازم إحنا طبعاً ده متعرف عليه بيحاولوا يدياه الخناء بقدر الاستطاعة أنت شايف قرار برلمان الأوروبي اللي بتقالي إزاي شايف تقارير حقوق الإنسان اللي بتتكلم شايف كل زيارات كم من الزيارات غير عادية من وفود اقتصادية وبرلمانات أخرى ووفود مختلفة بتوصل لمصر من الغرب ما إحنا ما شفناش توقيت النارد السسمار واضح أو نية واضحة أو موشر واضح للسسمار في مصر في هذه المرحلة فإحنا فعلاً عشان كده بقول إحنا بنمر بمحنة معينة لكن أعتقد أن مع سياسات جديدة وفكر جديد هنستطيع أن احنا نعمل حاجات كتير قوي في المرحلة دي نقدر نتغلب بيها على هذه الضغوط المختلفة اللي بتضغب بيها على مصر وحنشوف برنامج الحكومة بيحمل سياسات جديدة وفكر جديد ولا لا أيوم 27 مارس وننتظر منكم بقى نواب الشعب نحن نشوف بكل تفاصيله نشكرك شكراً جزيلاً على هذا الحوار الأستاذ متحة الشريف عضو مجلس النواب واستشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي شكراً جزيلاً لحضورك يا أستاذ متحة شكراً لك يا أستاذ متحة الحوار الثاني يكون مع حضراتك بعد متابعة هذا التقرير الحملة الأمنية التي شونت مؤخراً في محافظة القليوبية لضبط عدد كبير من الخارجين عن القانون بإطار جهود وزارة الداخلية لبسط الأمن في محافظات الجمهورية بعد التقرير محافظة القليوبية تعتبر همزة الوصل بين خمس محافظات بالوجه البحرية شمالاً ومحافظتي القاهرة والجيزة جنوباً لتشابكها مع حدود القاهرة فاعتبرها الخارجون على القانون الملجأ والملاذة لهم في الاختباء بها داخل حدائق الموالح الكثيفة ما ساعد كبار تجار المخدرات على نقل تجارتهم ومخازنهم من البطنية في القاهرة إلى القليوبية التي تضم بين جانبيها القرى الأكثر شراً وشراسة والأشهر في تجارة السلاح والمخدرات وسرقة السيارات باتت قرى الجعافرة وكوم السمن والقشيش المعروفة أمنياً وإعلامياً بقرى المثلث الذهبي تؤرق الأمن بعد أن شهدت تلك القرى أحداثاً مؤسفة وهجوماً شرساً على ضباط الشرطة وآخرها قيام عدد من المجرمين وهم الدكش وكوريا وأمين حافظ بإطلاق الرصاص على سيارة شرطة بمنطقة سيريا قوس بالقليوبية أثناء تنفيذ الشرطة حملة أمنية كانت تستهدف تجاراً للمخدرات أسفرت عن استشهاد معاون مباحث مركز الخنكة وثلاثة أمناء ومواطنين آخرين وإصابة معاون مباحث المركز كما استشهد رئيس مباحث شبرى الخيمة خلال إلقاء القبض على المحترف الإجرامي كوريا في الزاوية الحمراء كان اللواء مجد عبد الغفار وزير الداخلية قد أطاح بعدد من القيادات في مديرية أمن القليوبية لسوء الأداء الأمني وانتشار البلطجة والإرهاب بالمحافظة وذلك على خلفية استشهاد رئيس مباحث شبرى الخيمة على أيدي مجموعة إجرامية وأصيب معاونه ومجند طبعا حملة أمنية شديدة الأهمية بالنظر إلى خطورة المجرم اللي تم تصفيته في هذه الحملة وهو زعيم الإجرام في المتلة الدهبي المتورط في قتل أفراد الشرطة بالخنكة وأيضا قتل المقدم مصطفى لوت في رئيس مباحث شبرى الخيمة حنتناول هذا الموضوع في إطار جهود وزارة الداخلية الحالية لبسط الأمن واستهداف العناصر الإجرامية المتورطة في الأعمال الإرهابية والمتورطة أيضا بشكل عام في أعمال خارجة عن القانون خصوصا هذه النوعية من الجرائم اللي ربما مجرم واحد فيها بيكون دائع صيته بشكل يشكل خطر كبير على المنطقة اللي متواجد فيها طبعا ده حننقش على ضوء هذه الحملة الأمنية اللي شنت في محافظة القليوبية مؤخرا ونجحت في تصفية هذا المجرم معنا في هذا الحوار سيادة اللواء محمود شرف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق أهلا بك يا فانت أهلا بحضر سيادة اللواء يعني تقييمك هذه الحملة الأمنية اللي قام بها اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية لمواجهة الخارجين عن القانون بهذه المحافظة يعني احنا سمعنا كثيرا أن هذه المحافظة بيوجد بها عدد لبأس به من الخارجين عن القانون وفي بؤر بعينها موجودة فيها أهمية مثل هذه الحملة وأهمية استمرار هذه الحملات في محافظة القليوبية بالذات بسم الله الرحمن الرحيم هو الحملات دي مستمرة على طول دائما وأبدا طبعا الإعداد الجيد لها بيسبب نجاحها إعداد من رفع المكان من أنك أنت تجيب المعلومة الصح عن المكان اللي أنت داخل تشتغل فيه عملية الحصار دي حضرتك بتبقى عملية شقة ومتعبة جدا طبعا دي أساسها مشاكلها الرئيسية أنك أنت عشان تحافظ على الناس البريئة والأرواح الموجودة في المكان اللي أنت داخل تشتغل فيه لأن طبعا إلا ماكن دي فيها ناس كويسين جدا وفيها ناس شرفاء وفيها ناس متعاونين فلازم أنك أنت تحافظ عليهم إعلاءا لمبدأ الشرعية مشكلة الأماكن مزدحمة كمان ده أماكن فيها كسافة سكانية عالية جدا لا تتخيل ده غير أنها بتبقى أماكن وعرة غير أنها ملاصقة لبعض الجنائين الشغلة في المناطق بتاعت الجنائين دي ما عندكش فكرة بيبقى إزاي متهم فالحملة اللي حضرتك بتشوفها المطلوب أنك أنت تخش تشتغل تقبض وتطلع خلال دقايق وراها كم مجهود حضرتك تدريبي كم مجهود من المعلومة اللي بيجيبها الأخوة بتوع البحث الجنائي كم تعاون مهم جدا من الأخوة الجمهور والناس اللي سكنة هناك التعاون مهم جدا وإحنا قول مركز عليها والعلاقات الطيبة بين الجمهور والشرطة بيحقق نتائج عالية جدا في هذا المجال عشان هما بلعبوا دور أعطاء المعلومة طبعاً طبعاً أنت مكان زي دوت عشان أنك أنت دخلت الشرطة أنت عادت محاصرة قد إيه أنت بتعمل بتمسح المكان ترفع المكان بتقدر تشوف أنت إيه حتشتغل تخش تشغل في إيه الناس اللي أنت حتتعامل معهم الناس البريئة اللي موجودة إزاي أنك أنت تجنبهم كم التدريب اللي أنت بتاخده لأن وزارة الداخلية ويمكن السادة الوزير أصر على أنه بيعمل مناطق طبيعية بيتحاكي نفس المناطق الخارجية أنك أنت تقدر تشتغل فيها المناطق المحاكاة دي وكم التدريب اللي بيبذل فيها لا تتخيله قد إيه وفيه نسبة خسارة بتحصل في التدريب طبعاً أنك أنت تقدر تشتغل في المكان ده أنك أنت تعمل حصة للمكان أنك أنت تقطع وقطع وعزل الطرق الرئيسية المؤدية للمكان ده عشان أنك أنت مش هتخش تشتغل تضرب وخلاص أي حد موجود تضرب لا أنت بتحافظ على الناس والأرواح البريئة اللي موجودة في الأماكن دي فأنت بتعمل قطع وعزل للطرق الرئيسية المؤدية أنك أنت ممكن تدخل تمويل الناس اللي جاء قاعدة مستخبية جوه سواء كان منطقة سكنية سواء كانت منطقة وزيت فرق ما بين الشريف وما بين المتهم وبين المتعاون وتجنيدك لمصادر السرية الناس الشرفاء اللي هم يعني بيجي يقولك تخش منين تطلع منين ده هو قاعد في الحتة الفنية كل دي عناصر مهمة جدا عشان تقدر تخش تشتغل في نمح البصر تقبض على المتهم وأنك أنت تزبطه في إطار من الشرعية ده شيء يعني لا تتخيل كم المجهود اللي بيفزل فيه أنت فيه عنده في وزارة الداخلية كم معها التدريبي عشان خاطر الزباط وعشان خاطر الأفراد وعشان خاطر مجندين وبعدين أنت القائم عليها بتاخد من وزارة العدل كم كبير يعني نذكر بالفضل السادة المستشار عدل الشرباجي المستشار عمد الساوء المستشار عدل السعيد أنه هو يجي يدرس الشرعية إزاي أستعمل السلاح حالات استخدام السلاح حق الدفاع الشرعي لا يستنكف أنه هو يروح مثلا معهد في حضن جبل عشان خاطر يدرس المادة ديت لأن التعليمات الواضحة والصادرة في إطار من الشرعية وسيطة القانون وحقوق الإنسان وتحفظ حقوق الإنسان حقه في العيش حقه أنه ما يصبش حقه أنه عيش كريم عيشة كريمة من غير ما يبقى فيه أي مناقصة عليه من الخارجين على القانون ده كم مجهود حضرت البقاء لو كلمنا عن الحاملة الأمنية دي تحديدا في القليوبية ليه كانت مكان ملائم للخارجين عن القانون يعني الدرجة تسموها متلت الإجرام الدهب هو دايما المجرم بيلجأ للمناطق السكانية اللي تبقى فيها زحمة عشان خاطر عارف أن الشرطة مبدأها أن هي تحافظ على أرواح الأبرياء فيلجأ ليها كذلك فيه هناك منطقة وعرة منطقة فيها طبع شبه صحراوي كذلك فيها منطقة الجنين دي أنت عشان تشتغل في منطقة زراعات ده بيبقى عملية صعبة يعني هكنا عاملين حتة محاكاة أو منطقة محاكاة عزيزين فيها قصب مشكلة أنك أنت بتخش بتتعامل في مناطق القصب حضرتك الطلقة ما بتوصلش لغاية 15 متر وتقع مثلا قوض القصب اللي حديثت شايفاه ده بسيط بيعمل حاجز 15 متر الطلقة اللي بتاعت القالي فالمناطق اللي بتبقى زراعية وعرة والشجر هتشتغل لازم تكون دارس المكان كويس عشان تقدر تعيش آه يعني ده مكان مناسب مناسب أنه هو يستخبى فيه مناسب أنه هو يستخدم على القانون لأنه فيه عامل طبيعية كده بالتحميه بالتحميه آه وبعدين بيلجأ برضو نسبة الفقر لما يلجأ لحد من الفقر أنه هو يتعامل معاه أنه هو يداري عليه أنه هو يتعاون معاه أنه هو يساعده في الجريمة بتاعته بتبقى برضو احتمال موجود قائم قدر من وجود عشوائيات كثيرة عشوائيات كثيرة كسافة سكانية عالية جدا حضرتك لما تروح الحيطة دي بتلاقي كسافة سكانية عالية جدا عشان تقدر تتعامل فيها فإذا ما كانش فيه تدريب معاه مهارة من القائمين عليه معاه تعاون من الجمهور عشانك حين كانت حضرتك لا تتخيل كم قضايا بتيجي قد إيه من تعاون الجمهور تعاون الجمهور مجد ويتمألني تماما إن هو في تعاونه معنا في إطار من السرية وبعين تعاونه في مصلحة البلد مصلحة البيئة اللي هو عايش فيها مصلحة وطنه في أنك أنت تخلص بالناس فعلا لا وازع لا ديني ولا أخلاقي ولا أي حاجة في السلوك بتاعه شايف التعاون الجمهوري كافي ولا عايز أكتر يا سبيل والله هو التعاون اللي هو التعاون الجمهوري